بسم الله الرحمن الرحيم كل عام محمدك بخير جمهور الكريم بخير وبصحة وبعافية ربنا يا سبت ليلة النص من شعبان اللي هو احنا دلوقتي الساعة أربعة عايز اقول للناس اللي بتشوفنا كلها دلوقتي يركزوا معايا علشان كمان ساعة بالضبط او ساعة ونص بيل كتير قوي هتبدأ ليلة النص من شعبان تمام تاني ليه الموضوع مهم اول كده وبتأكد عليهم وتبص في ساعتك وبعد المغرب او من اول المغرب علشان الناس تبدأ تاخد بالها وتركز في الليلة دي كأنك بتقول على السادة المشاهدين ربط الاحزمة ايوه تمام ربط الاحزمة زي ما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضها بتعبر في موقف من مواقف حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية والعبادية والدينية انه كان اذا دخل العشر شد مئزرة تمام ربط الحزام ايوه وايقظ اهله واحيا ليلة احنا دلوقتي حقياسا على العشر الاواخر احنا في ليلة النص من شعبان اللي هو لما يبقى يجيلك لحظات او ليالي او مواقف او ساعات مباركات يبقى لازم تشد الحزام تمام لازم تنتبه لازم تاخد بالك لازم تغتنم ليلة النص من شعبان هي ليلة مباركة ليلة يستجاب فيها الدعوات ليلة لها مغفرة مخصوصة واستجابة مخصوصة كما قال ابن حجر الهيتامي ليلة كان لها فضل او لها منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى وكمان عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ده والمنزلة دي جعلت الصحابة والسلف الصالح يهتمون بهذه الليلة من حيث قيام الليل من حيث الاذكار من حيث قراءة القرآن من حيث الدعاء من حيث الاستغفار بيغتنم الليلة جميل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول خمس ليال لا ترد فيها الدعوات خمس ليال لا ترد فيها الدعوات الدعاء فيها مستجاب أول ليلة من رجب تمام ليلة النصف من شعبان ليلة الجمعة وليلتي العيدي عيد الفطر وعيد الأطفال خمس ليال احنا دلوقتي خلاص احنا بلقول ساعة ساعة ونص وحد جنة ليلة اللي هي ليلة النصف من شعبان بتبدأ بغروب شمس النهاردة يا جماعة نركز اوي في الكلام ده بغروب شمس النهاردة معانا الليلة دي هتبدأ حتى طلوع فجر الأحد مستجاب فيها الدعوات كله يدعي كله يدعي المريض يدعي اللي حاسس بأي حياته أي واحد يدعي ظالم مظلوم يدعو الله سبحانه وتعالى مطيع عاصي يدعو الله سبحانه وتعالى مبتلى معافى يدعو الله سبحانه وتعالى جميل